السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب ثلاثة سنوية النهاردة ان شاء الله هنكمل آخر الجزء في اسئلة الدعامة في الانسان يلا نمدأ بسم الله عندنا هنا اسئلة عن الغدريف والمفاصل اول سؤال بيقول لي اي الانسجة التالية يغطي رؤوس العظام طب انا بسأل نفسي هو مين اللي بيغطي رؤوس العظام؟ يقول الغدريف طب الغدريف دي عبارة عن نسيج ايه؟ عبارة عن نسيج دام احنا قلنا الغدريف والعظام عبارة عن نسيج دام هيكل يبقى الاجابة باء نسيج دام طيب سؤال اتنين وتسعين بيقول لي اي المفاصل التالية يشترك فيه تكوينه الجزء سين للعظمة التي امامك الاول لازم اتعرف على العظمة دي العظمة اللي قدامنا دي هي عظمة الفاغز بنعرفها من فين؟ من الجزء ده ده رأس عظمة الفاغز اللي بيدخل فيه التجويف الحقي بيستقر في التجويف الحقي عشان يتكون مفصل الفاغز فهنا بيقول لي اي المفاصل التي يشترك في تكوينه الجزء سين للعظمة التي امامك سين هنا عند مين؟ عند الركبة يبقى بتكون مفصل الركبة تمام كده شباب؟ يبقى الاجابة بتاعتنا باء طيب نشوف السؤال اللي بعده بيقول لي اي الحركات التالية لا تحتاج الى مفاصل مضغ الطعام؟ طبعا واحنا بنمضغ الطعام في مفاصل عندنا هنا في الفاكين بتتحر اماء الرأس يعني حركة الرأس عشان اقول مثلا اه لا حركة الرأس برضو دي في مفاصل فيها بتتحرك تبرك للكرة طبعا ان الواحد شوت كرة ده في مفاصل بتتحرك لكن غمض العينين ان الواحد يغمض عينه وافيش اي مفاصل ايه بتتحرك فتبقى الاجابة بتاعتنا دا طيب عندنا سؤال 94 بيقول لي ما نوع المفاصل التي تصل الاطراف بالاحزمة؟ طب احنا عندنا الطرفين العلويين متصلين مع الحزام الصدري عن طريق مفصل مين؟ مفصل الكاتف يبقى هنا عندي اقول له الاطراف العلوية عن طريق مفصل الكاتف ومفصل الكاتف ده من المفاصل ايه اهو العلوية متصلة مفصل الكاتف اللي هو هنا بيعتبر مفصل واسع الحركة زلالي واسع الحركة طب والاطراف السفلية اهي والسفلية نكتب هنا والاطراف السفلية الاطراف السفلية متصلة طبعا هنا مع عن طريق بقى في مفصل في الجزء ده اسم مفصل مين؟ الفاغز. طبعا مفصل الكتف ومفصل الفاغز هما اللي اتنين خدناهم من المفاصل الزلالية اللي هي ايه? واسعة الحركة. طبعا كده يا شباب? يبقى هنا هنختار زلالية واسعة الحركة. نشوف السؤال اللي بعده. سؤال خمسة وتسعين. بيقول لي اي العزام التالية تكون مفصل الكتف? احنا قلنا ان مفصل الكتف ده مكون من عزمتين. اللي هي عزمة العدد ولوح الكتف. التركوة لا مش معانا. العدد والزند العدد ولوح الكتف فقط. الاجابة رقم ده. وهي دي كان عمتا جايبها لنا عندنا هنا في وقلنا ان مفصل الكتف ده بيتكون من عضمتين فقط وذكر اسمهم. يعني ممكن نشوفها في تمام? هتلاقيها عندك بدا ما نضيعي وقت الفيديو. نشوف السؤال اللي بعد سؤالة ستة وتسعين. بيقول لي اي العبارات التالية عن المفاق صحيحة عايز جملة صحة عن المفاصل الزلالية. تمام. جميعها يسبب الحركة كل المفاصل الزلالية بتسبب الحركة اه طبعا ليه? لان مفاصل الزلالية عندنا نوعين. اهو. نوع محدود الحركة ونوع واسع الحركة. محدود الحركة ده بيسمح بحركة احدى العزام في اتجاه واحد فقط يعني فيه حركة. وواسعة الحركة بتسمح بحركة العزام في اتجاهات مختلفة. يبقى اه هي دي جملة صح. تب تحتوي على كميات متساوية من السائل الزلالي. لأ مش كل المفاصل الزلالية فيها نفس كمية السائل الزلالي. تب تمثل التقاء عزمتين فقط? لا ممكن تمثل التقاء تلت عزام. زي مفصل الكوع. احنا عندنا في مفصل الكوع في اه اتحاد لتلت عزام. اللي هما مين? بصو كده مفصل الكوع. عندنا قدل العدد. وقادي الزن دول كوع برة. فمش على طول هيبقى عزمتين فقط. تب تحتوي على اقراص غضروفية صلبة. المفاصل دي هي فيها الاقراص الغضروفية. لا دي بتبقى الاقراص الغضروفية دي. زي اللي موجودة من فقرات العمود الفقري اللي هي تعتبر مفاصل غضروفية. يبقى الإجابة الصحة الف. تب نشوف السؤال سبعة وتسعين. بقول لأي العزام التالية تتمفصل معها العزمسين. مين العزمسين? دي العدد. طيب العدد بتتمفصل مع مين? فوق هنا? فيه بتتمفصل مع لوح الكاتف. هي موجودة هنا في التجويف الحقي. وبتتمفصل هنا مع لوح الكاتف اهيه. علشان تعمل مفصل الكاتف. تمام? طيب ومن الجزء ده عند الكوع بتتمفصل مع الزند والكعبرة عشان تعمل مفصل الكوع. فتبقى لوح الكاتف والزند والكعبرة. تمام? يبقى الإجابة ده. طيب السؤال اهو المقطة التانية بيقول لي ما رقم الفقرة التي يشير إليها الحرف صوت. الحرف صوت أهو. طيب أمسك كده بيقول لي ده الضلع الأول. أقول له واحد. اتنين تلاتة. أربعة خمسة. ستة سبعة. تمانية تسعة. عشرة. تمام. طيب هو الضلع العاشر. مرتبط بالفقرة رقم كام. طيب أنا لو عايز أجيب الرقم الفقرة الظهرية. قانون كده. فأقول له بيساوي رقم الضلع زائد سبعة. ليه؟ لأن احنا عندنا قبل الفقرات الظهرية في سبع فقرات عنقية. فده الضلع رقم عشر. زائد سبعة. يبقى سبعتاشر. يبقى الفقرة دي رقم سبعتاشر. تمام؟ طيب نشوف السؤال تمانية وتسعين. بيقول لي ايه؟ من الشكل المقابل كام عدد العزام المكونات المفصل سيني. اللي هو مفصل الفغز. في شخص بالغ طبعا دي عزمة الحوت. اللي هي الحرقفة والورك والعينة مع بعض الحرقفة والعينة هنا والوركة هوا. كلهم عزمة واحدة. ودي عزمة الفغز. بيتكون من ايه؟ من عزمتين بس. تمام؟ طيب نيجي للسؤال اللي بعده. بيقول لي هنا في تسعة وتسعين. الشكلان سين وصادي ومسلان عزام من الهيكل الطرفي. اي مما يلي ينطبق عليهم. طب تيجي نتعرف عليهم. اولا انت عارف ان دي القصبة. والتانية دي الشازية. تمام؟ يبقى دا كده هما اللي اتنين ده عزم الساق. تمام؟ طيب وده عارفين ان العزمة دي هي الزند والتانية دي هي الكعبرة. واللي اتنين مع بعض عاملين لعزم الساعد. تمام؟ فبيقول لي بيتكون عند الجزء العلوي لكل منهما مفصل زلالي واسع الحركة. طيب العلوي بتاع القصبة هنا في الرقبة. تمام؟ وهنا العلوي بتاع الزند والكعبرة في الكوع. والرقبة والكوع هما الاتنين مفاصل زلالية اه بس محدودة الحركة مش واسع الحركة. يبقى مش واسع لا محدود. طيب يتكون عند الجزء العلوي لكل منهما مفصل زلالي محدود الحركة اه دا اللي احنا لسه يقلينه حالا يبقى الإجابة بتاعتنا تبقى بان. يتكون عند الجزء السفلي لكل منهما مفصل ليه؟ لا احنا قلنا معظم مفاصل الجسم تبقى من النوع الزلالية. المفاصل هتبقى عند الجزء السفلي هتبقى مفاصل ايه؟ زلالية. مش ليه فيه ولا غضروفية في الإجابة دا. تمام؟ يبقى إجابتنا با. نكمل. عندنا سؤال مية بيقول لي ما سبب شعور مرضى خشونة المفاصل بقلم في منطقة مفصل الركبة عند الحركة والمش طبعا مرض الخشونة دا بيجي مع التقدم في العمر نتيجة ان السائل الزلالي اللي بيكون بين المفاصل دي بيقل وكمان بيقل مع مروره العمر وكمان بيحصل تآكل في الغضريف اللي بتغطي أطراف العزام يعني احنا لو شفنا مثلا كده مفصل الركبة بيبقى فيه هنا السائل زلالي وبيبقى العزام دي على أطرافها غضريف تمام؟ بتتآكل المادة الغضروفية دي وبيقل السائل الزلالي وده اللي بيسبب الخشونة فبيقول لي زيادة السائل الزلالي لا ده بالعكس ناس تآكل المادة الغضروفية اه تآكل المادة الغضروفية مش تمزق الأربطة ولا التهاب الأهضور تمام؟ طب سؤال مية وواحد بيقول لي هنا ايه؟ اي العبارات التالية غير صحيحة عايزين جملة؟ مش صح طيب بيقول لي مفصل الفغز اكثر تسبيتا من مفصل الكتف؟ لا دي جملة صحيحة ليه؟ انت لو بصيت للتجويف الحقي اللي بيستقر فيه رأس عزمة الفغز هتلاقي اكثر عمقا من التجويف الاروح اللي بيستقر فيه رأس عزمة العدد يعني الجملة دي كمان صحيحة طب مفصل الفغز بيكون محدود الحركة بالنسبة لمفصل الكوع لا العكس احنا عندنا مفصل الفغز ده واسع الحركة اللي محدود هو الكوع يبقى اللي جاب الغلط رقم كام؟ جيل طب هنا بيقول لي بيحتوي مفصل الفغز على مادة غدروفية او طبعا كل المفاصل بلاي ان اطراف العزام بيغطيها مادة غدروفية ملساء شفافة هي اللي بتغطي اطراف العزام عشان تسهل من انزلاق العزام طيب السؤال مية واتنين بيقول لي هنا اي سنائيات الفقرات التالية لا يوجد بينها مفاصل غدروفية تلاتة واربعة في الفقرات العنقية بينهم مفاصل غدروفية ستاشر وسبعتاشر في الفقرات الظهرية بينهم مفاصل غدروفية اربعة وعشرين اخر فقرة في القطانية وخمسة وعشرين او لحدة في العجزية بينهم اخر مفصل غدروفي اخر واحد ستة وعشرين وسبعة وعشرين الفقرات دي عجزية وبتبقى ملتحمة فعشان كده هم دول اللي ما يكونش موجود ما بينهم مفاصل غدروفية تبنيجي للسؤال اللي بعده 103 بيقول لي اي العظام التالية تبدأ بمفصل زلالي واسع الحركة وتنتهي بمفصل زلالي محدود الحركة يلا نشوف العدد من اول اجابة كده ليه لان العدد بيبتدي بمفصل الكاتف واسع الحركة ده اللي هو بيقصد بمفصل الكاتف وبينتهي بمفصل محدود الحركة اللي هو الكوع طبعا كده يبهي الاجابة ايه العدد لكن القصبة هي القصبة طبعا عندنا بتبتدي بمفصل الركبة وده محدود الحركة مش واسع زل ما هو بيقول لي والزند والكعبرة بدايتهم مفصل محدود الحركة برضو اللي هو الكوع تمام مش واسع الحركة طيب نيجي للسؤال رقم 104 بيقول لي اي العظام التالية يتمفصل معها الطرف السفلي لعزمة القصبة 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 مين بعد القصبة؟ عندنا بعد القصبة طبعا العظام بتاعة رزغ القدم نبص كده في الرسمة مع بعض اهو نجيب الطرف السفلي اهو قادي القصبة نهاية القصبة هنا بتتمفصل مع مين؟ مع رزغ القدم يبقى يبقى قلو نختار الاجابة رزغ القدم الاجابة دي طب سؤال 105 نشوف كده مع بعض الشكل التالي يوضح جزء من الطرف العلوي في الهيكل العظمي للانسان ادرسوا مؤاجد اه ده من الطرف العلوي فعلا صوت دي هي العدد تمام؟ وعندنا الجزء العين ده طبعا انتم عارفين ده كده مفصل الكوع نشاور هنا في النص سين دي طبعا احنا عارفين النتوء الداخلي بتاع العدد بيستقر في تجويف الزن دي يعني دي كده الزن يبقى سين دي هي مين؟ الكعبورة تمام؟ وهنا مشاور لعالغة ضريف اللي بتغطي اطراف العظمهم طب سؤال واحد بقول لي اي مما يأتي يتمفصل مع الطرف السفلي للعظم سين سين الكعبورة السفلي بتاعها بيتمفصل مع العلوي بتاع الرزغ نشوف كده في الطرف العلوي نجيب الطرف العلوي اهو السفلي الجزء السفلي للكعبورة مع الطرف العلوي للرزغ ندور كده في الاجابات هنلاقي عندنا الطرف العلوي لعظام رزغ اليد الاجابة هتبقى رقم دا تمام؟ طب السؤال اللي بعده بيقول لي اي مما يأتي يبيت في تجويفه رأس العزم صاد طب رأس العزم صاد دي دي اللي بتدخل في التجويف الاروح عشان تعمل مفصل الكتف اللي هي دي العزمة العدد يبقى دي بتدخل في التجويف الاروح عشان تعمل مفصل مين الكتف طب هي بتبيت فين؟ في لوح الكتف طب هنا بيقول لي الزند الزند الكعبورة الطرف الخارجي لعظمة لوح الكتف لا هي هتبقى الطرف الخارجي لعظمة لوح الكتف شكل ده اهو اي دي العزمة دي هي لوح الكتف وده الطرف الخارجي للوح الكتف بل ان الرأس بتاع العدد بيبيت في الجزء الخارجي لعظمة لوح الكتف طب نشوف النقطة التالتة بيقول لي هنا كم عدد العزامة التي يدخل فيه تركيب المفصل عين طبعا المفصل عين ده مفصل الكوع بيدخل فيه تلات عزام اللي هما مين عندنا العدد والزند والكعبرة يبقى اختار الاجابة بتاعتي سلاس عزام طيب في نقطة كمان رابعة عن نفس السؤال بيقول لي هنا اي مما يلي صحيح بالنسبة للتركيب لام نرجع للتركيب لام لام هنا احنا قلنا على لام دي غضريف طيب بيقول لي هنا الغضريف ده بيمثل نسيق دام اه هو بيمثل نسيق دام الغضريف والعزام قلنا كزا مرة هي نسيق دام هيكلة غاني بالشعيرات الدموية لا ما بيكونش فيها شعيرات دموية الغضريف اكثر صلاوة من العزام لا العزام هي اللي بتبقى اكثر صلاوة من الغضريف بسبب ترسبات الكالسيان في العزام بيوجد في جميع المفاصل لا مش موجود في كل المفاصل عندنا مفاصل اللي فيها زي اللي موجودة في الجمجمة بتتحد مع بعضها عن طريقة رفها المسننة وما بيبقاش فيها اي ايه غضريف تمام طيب نيجي بقى فيه هنا اسئلة عن الاربطة عندنا السؤال 106 بيقول لي اي السناقيات التالية غير صحيح تمام بيقول لي هنا ايه المفاصل الزلالية تسمح بالحركة اه طبعا سواء محددت الحركة او وسعت الحركة بتسمح يبقى دي جملة صحيحة تمام الغضريف تمنع الحركة لا ده الغضريف دي اللي بتسهل من انزلاق ايه العزام يبقى لا هي مش بتمنع الحركة هي بتسمح للحركة يبقى دي جملة غلط طب ايه اللي يأكد لي وإحنا هنا لما اخدنا الغضريف نشوف كده مع بع او فاخدنا في المفاصل ان العزام بتغطى بغضريف تمام اهو يغطي سطح العزام المتلامسة في هزي المفاصل طبق رقيقة من مادة غضروفية شفافة ملسأ مما يسمح بحركة العزام بسهولة وباقل احتكام يبقى بتسمح بالحركة مش انها بتمدع الحركة طب الاوتار بتنقل حركة اهو لانها تربط العضلات بالعزام الاربطة تحدد مدى الحركة اهو لان هي فيها درجة من المرونة طولها بيزداد قليلا عشان ما ينقطعش الرباط لو تعرض المفصل لضغط ايه خارجي تمام كده طيب سؤال 107 بيقولي كم عدد الاربطة الذي يصل بين عزمة الفخز وعزمة القصبة في الحقيقة هم تلات اربطة نشوف كده مع بعض وهو جايبها لنا كمان في كي بوينت ومسهل علينا الحوار احنا عندنا هنا قادي الفخز وقادي القصبة فيه عندنا بيربطهم مع بعض اللي هو الفخز والقصبة الرباط الوسطي تمام والرباط الصليب الامامي والصليب الخالفي الصليب الامامي والصليب الايه الخالفي اما عزمة الفخز بترتبط مع عزمة الشازية بالرباط الجانبي فقط يعني عن طريق رباط واحد ايه فقط وده السؤال اللي جايب يقولي كم عدد الاربطة اللي بيصل عزمة الفخز بعزمة الشازية بقول له واحد بس وهو الرباط الجانبي طيب نيجي للسؤال 1009 بيقول لي هنا في الشكل المقابل اي التراكيب يمثل الجزء الاقل تأثيرا على حركة العظام عند هذا المفصل طيب احنا قلنا اساسا في الطرف السفلي اقل عظمة بتأثر في الحركة هي الشازية ودي كان جايبها لنا في كي بوينت ممكن نشوفها كده مع بعض فانا هدور على الرباط اللي ماسك فيه العزمة الشازية وموصلها بالقصبة اللي هو اربعة الرباط الجانيبي وهيكون ده هو الاقل تأثيرا وايجابتنا هتبقى اربعة نشوف كده عندنا ادي الطرف السفلي تمام منتا الطرف السفلي بعد كده نشوف كده مع بعض يا شباب اهو بيقول لي اقل العظام تأثيرا على حركة الجزء السفلي للطرف السفلي هي عزمة الشازية طبعا هنا مش مش اقول لي على عزمة الشازية بس مش اقول لي على الرباط اللي بيربط الشازية بالإيه؟ بالفغز تمام؟ هتوبقى دال طب سؤال 110 بيقول لي هنا ماذا يمثل الحرف سين في الشكل المقابل؟ أبص كده على سين ألاقي هنا عزام وهنا عزام يبقى اللي بيربط عزمة بعزمة إيه؟ رباط يبقى أقول له سين ده عبارة عن رباط تمام أجل السؤال 111 بيقول لي هنا ما السبب الأساسي في قدرة لعب الجنباز على أداء الحركات في التجاهات مختلفة لسه أيلين الناس بتاعة لعب الجنباز دي بيقدوا حركات في التجاهات مختلفة على الأساس إيه؟ عندهم مرونة في الأربطة بتاعتهم احنا خدنا فيه في الأربطة تمام؟ قلنا إن هي فيها درجة من المرونة يعني هي عبارة عن حزم منفاصلة من النسيج الضام اللي فيه اللي بتثبت أطرفها عند عزم طيق المفصل بتتميز بمثنتها القوية مع وجود درجة من المرونة بتسمح بزيادة طلها قليلا حتى لا تنقطع في حالة تعرض المفصل لضغط خارجي يبقى السبب مش مرونة العضلات ولا الأوطار والسائل الزلالي السبب هو مرونة الأربطة تمام كده؟ نيجي للسؤال اللي بعده سؤال مية وتناشر بيقول لي الشكل المقابل يمثل مفصل للركبة ادرسه ثم أجب ماء العظمة التي يشير إليها الرقم سبعة أبص كده على رقم سبعة لما تكون دي رقبة يبقى العظمة اللي فوق دي الفخص ماء الذي يشير إليه رقم واحد أجي على رقم واحد ألاقي دي حاجة بتربط العضلة لونها أحمر هو عضلة الفخز هو مع عظمة الرطفة يبقى اللي بيربط العضلة بالعظمة عبارة عن إيه؟ عبارة عن وطر أي مما يالي له دور في تحديد اتجاه الحركة في هذا المفصل احنا عارفين اللي بيحدد اتجاه الحركة ده الأربطة تمام؟ يبقى أنا هدور على الأربطة تمام أجيبها إزاي؟ اللي بيربط العظم مع بعض نبص كده في الشكل عندنا هنا الرقم أربعة زي ما احنا شايفين أهو طالما اتنين دي عظمة اللي هي الرطفة وخمسة دي عظمة اللي هي القصبة ألاقي أربعة ده رباطة اللي بيربط عظمة بعظمة هو مين؟ هو الرباط تمام كده؟ طيب يبقى أنا عرفت خلاص أن أربعة ده عبارة عن مين؟ عن رباط أدور بقى على الرباط التاني أهو فين تاني حاجة آه في رباط كمان أهو تمام؟ في رباط اللي هو رقم تلاتة تلاتة ده الرباط الوسطي تمام؟ رابط عظمة الفخز مع عظمة القصبة يبقى عدل الإجابة هتبقى دال اللي هي تلاتة واربعة تمام؟ طيب بعد كده هنيجي على النقطة الأخيرة في السؤال أي العبارات التالية غير صحيحة طيب نشوف عايز جملة مش صح الجزء خمسة له مدى محدود من الحركة نيجي على الجزء خمسة الخمسة دي عظمة القصبة والقصبة فوقها مفصل الرقبة مفصل محدود الحركة يبقى فعلا المدى بتاعها محدود من الحركة دي صح وهي عايز جملة غير صحيحة طيب الجزء اتنين يتصل بوطر ورباط يجي على اتنين اتنين مشبكة هنا مع وطر الواحد ده وطر واتنين دي الرطفة تمام؟ واحد شبكها مع عضلة الفخز فدو وطر وبقول لي متصلة كمان برباط تمام؟ اجي اشوف كده اتنين فعلا متصلة برباط واخد موصل الرطفة بالقصبة برقم خمسة القصبة اقول له اه طيب يبقى الجملة دي كمان صح الجزء اتنين يرتصل بوطر وايه؟ ورباط طيب الجزء ستة يمثل نسيق دام بيقول لي ستة مشاور على الغضاريف تم احنا لسه ايلنها تلات مرات ان الغضاريف دي نسيق دام هيكلة تمام؟ الجزء واحد اللي هو الوطر بيحدد مدى حركة الجزء سبعة اللي هي عزمة الفخز لا ده اللي غلط بقى ليه؟ لان الوطر ما بيحددش مدى الحركة اللي بيحدد مدى الحركة بيبقى رباط رباط هو اللي بيحدد مدى الحركة اللي بحدد مدى الحركة ده مين؟ ربا. يبقى الاجابة الغلط اللي احنا عايزين نطلعه هتبقى مين؟ هتبقى دال. طيب السؤال رقم مية وتلاتاشر بيقول لي في الشكل المقابل ماذا؟ يمثل كل من سين وصاد. طيب نشوف كده سين. ادي عضلة. لونها احمر اوه شايفينها. اللي بيبقى لونها احمر دي عضلة. ودي كده عزمة. اللي ماسك للعضلة بالعزمة ده وطر. ابص على الاجابات الاقي هنا في وطر فالف ودال. طيب وطر وسائل زلالي ولا وطر وغضروف? ابص كده على صادق. لأي ده السائل اللي في المفصل. يبقى وطر وسائل زلالي. طيب ما ينفعش غضروف? لا احنا الغضروف بيبقى جاي واضح بالشكل ده كده شكرا. زي السؤال ده. ده كده غضروف. ولكن ده السائل اللي بين العزمة. طيب السؤال اللي بعده مية واربعتاشر بيقول لي الشكل المقابل يوضح حدوث اصابة للتركيب سين. من سين ده? وطر اخل. تمام? ما اهم اجراء يلزم اتخاذه لعلاج هذه الحالة. من غير ما نبص للاجابات. احنا عارفين لما يكون تمزق الوطر تمزق كامل لابد من التدخل الجراحي. فهتبقى الاجابة على طول رقم باق التدخل الايه? الجراحي. سؤال مية وخمستاشر. اي مما يلي يميز الاربطة عن الاوطار? طبعا احنا عارفين ان الاربطة فيها شوية مرونة عن الاوطار لان الاوطار نسيق دم قوي. تمام? فبيقول لي قوية ومتينة. لا هي المتانة خاصة بالاوطار عن الاربطة. فما ينفعش اخد دي. تكوينها من نسيق دم اللي اتنين الاربطة والاوطار نسيق دم يبقى ما ينفعش اخد دي. وجود درجة من المرونة اه احنا لسه الينا الاربطة عندها درجة من المرونة اللي بتسمح بزيادة طولها قليلا عندها تعرض المفصل لضغط ايه? خارجي. اكتر من مين? اكتر من الاوطار. طب اتصلها بالعزام? لا. سواء الوطر متصد بعزمة بيوصل العضلة بعزمة او الرباط موصل ما بين عزمتين. فده مش الفايسل. تمام? اخر سؤال معانا في الدعامة في الانسان هو سؤال مية وستاشر. نشوف كده مع بعض. بقول لي في الشكل المقابل فيما يتشابه التركيب سين مع التركيب صون. اولا سين هنا ده الرباط الوسطي ده رباط. وساط بيربط عزمة الرطفة بالايه? دي العضلة. يبقى انا عندي هنا اصدع براعا وطر. يعني كان كأنه بيقول لي ايه التشابه ما بين الرباط والوطر? درجة المرونة? لا قلنا الاربطة هي اللي عندها درجة مرونة اعلى. نوع النسيج المكون لكل من هما? اه. هما اللي اتنين بيتكونوا من نسيج ضم. اتصال كل من هما بالعضلات? لا احنا عندنا الوطر بس هو المتصل بالعضلات. الية اعمل كل من هما? لا كل واحد ليه طريقة ايه اعمل. تمام كده يا شباب? اتمنى تكونوا فهمتوا. الفيديو جاي ان شاء الله هعمل لكم اه حل اسئلة او اختبر نفسك على الدرس ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.